موسيقى 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 كما قلت الكتاب هو بكورة إصدارات مؤسس الفقه عبدالله السعيدي الجراجي وكان لنا الشرف إصدار هذا الكتاب تيمنا ببطن التحرير والمجاهد المنفور لهم الخامس تيمنا بهذا القائد العظيم اخترنا أن تكون أولى إصدارات هي للنفس السياسي للفقه عبدالله السعيدي الجراجي والفقه عبدالله السعيدي الجراجي وكتابه هذا هو نابع من طلبة خيرة من طلبة فاضلة من طلبة لها أنجبات العلماء أنجبات الفقهاء أنجبات المحبين لوطنهم أنجبات العديد من الخيرين وهي طلبة بلاد الجراجة وكما تعلمون أن بلاد الجراجة هي قبائل ومنطقة لها مركزيتها في تاريخ المغرب لا حضورها لها بصمتها مع كل الملوك الذين تعاقبوا في التاريخ المغربي وكانت الإضاءة الكبرى والتعلق الكبير بالدولة العلوية لما كانت معهم من مواطيق وعهود وضهائر سلطانية أرخت لهذا التعامل ولهذا الوشائج القوية والراسخة في تاريخ المغرب وفي تاريخ الجهة ككل جهة منطقة الجراجة كذلك على مستوى الجانب التوتيقلي بمرحلة وكذلك للمساهمة الفقهية في الجانب السياسي والتاريخي وكذلك كتابات الصوفية أنتم بالنسبة لكم المؤسسة ستعمل على مجموعة من المؤلفات هل يمكن رصد بعض الجواني من هذا الجانب التوتيق ديال؟ أولا للفقهة عبد الله السعيد الجراجي المؤلف الأول الذي طوبع سادات وخرج الوجود سنة عفت أبيض 87 وهو السيف المسلول فيما أنكر الجراجينا صحب الرسول وهو كتاب كما يعرفه البحاتة والداريسين والطلبة كتاب له قيمته التاريخية الكبيرة نظرا لما تطرق له من صوفية الجراجة وعلمائهم وتراجبهم ويعدوا مرجعا أساسيا في هذا المجال في تاريخ المغربي ككل والمؤسسة التي سميت بإسم فقهة اتخذت على عاتقها أن تخرج العديد من الأعمال التي تنتمي للجهة وتنتمي للتاريخ المحلي وتنتمي للتاريخ الجهة ككل وأن تخرج العديد من الكنوز العديد من الترات العديد من المخطوطات التي تنتمي للتاريخ وتنتمي لجهة بلاد رجاجة أسفيس ويراء وهكذا بل الأمر لا يقتصر على الترات والتاريخ والتقييد والمخطوطات ولكن اتخذت على عاتقها كذلك أن تخرج كل ما له صلاة بالإبداعية بالتقافة بمناحية أو بمشاريع ثقافية أخرى إن شاء الله والإصدارات القادمة للمؤسسة الإصدارات القادمة للمؤسسة سيكون إن شاء الله الإصدار الآخر للمؤسسة وهو صراخ الداكرة صراخ الداكرة ملامح مسيرة داتية للأستاذ العلام المؤرخ أستاذ محمد سعيدي على أساس أنه إن شاء الله في الأيام أو في الشهور المقبلة ستخرج إصدارات أخرى تتعلق بالشعر أو بالرواية أو بالتاريخ أو بمصنفات سياسية أخرى إن شاء الله ونرجو من الله السداد والتوفيق يعني نعرف في مراحل التاريخ من التاريخ المغربي يعني لعبات شخصية مهمة سواء في الأدب أو في تاريخ السياسة وفي المختار القنون الذي يعني أرخى لأدب والثقافة المغربية إضافة إلى ذلك مختار السوسي في الكتاب المعسول أرخى لقبائل السوسي يعني تاريخ الثقافة السوسية يعني أين يمكن تصنف هذا التاريخ والتراث للفقه السوسي؟ تقريبا كل مؤرخ كان ينافح عن منطقته كما قلت وألف عن جهاته كان الفقه الدود في تطوات بوجندار في مدينة الدار البيضاء السوسي المختار السوسي وفي منطقة بلاد سوس المراكوشي في منطقة مراكوش أبا أحمد بن زيدان في مكناس وغيرهم من المؤرخين الذين أرخوا لجهته وكانت تاريخاتهم وكانت كتابتهم لبين الأساس واللبين الكبرى في التعرف على تاريخ المغربي ككل والفقه عبدالله السعيد الرجاجي يدخل ضمن نسيت الفقه العلامة محمد عبدالكنوني في كتابه أسفي ومع إليه الذي ينتمي إلى جهة أسفي ومنطقة أسفي وأرخى لأسفي وأستاذ كما قلت الأستاذ عبدالله السعيد الرجاجي الفقه عبدالله السعيد الرجاجي هو ينتمي إلى زمرة هؤلاء الفقهة المشهود لهم بوطنيتهم لتعلقهم بتاريخهم لتعلقهم بإنسيتهم لتعلقهم بشخصيتهم المغربية فكان لزاما على الفقهة عبدالله السعيد الرجاجي أن يمركز داته ثقافته وعلمه وفقهه داخل فضائه بالأساس وجهته بالأساس ويحدد هذا الانتماء ويقويه من خلال كتاباته عن الرجاجي وتاريخها شكرا